مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر بيقوم بدور مهم جدا في هذه المباراة يعني أكيد المجموعة لا تخش يعني احنا عارفين أن في مجموعة معينة مش من مجلس إدارة أو أيضا مجلس إدارة نادي المصري والأعلميين موجودين زي بقى بيتم تنظيم هذه الأمور ومنع أي شغب ممكن يحصل في وقت ملاقات بيقوم به اللواء مصطفى النمر مدير أمن إسكندرية 30 مشجع أهلاوي كانوا موجودين في فندق الإقامة بيحفزوا وبيشجعوا لعيبة النادي الأهلي لمباراة النهاردة دي حاجة أيضا زي ما بقول لكم حتى لو احنا مش مسموح لينا كجمهور أن احنا بقى موجودين في الاستاد ولكن الحس اللي موجود عند بعض المشجعين أن هم موجودين مع الفريق في كل حتة وبيحفزوه بشكل كبير دي حاجة مميزة دايما جمهورنا الكبير أكيد حاجة مميزة من جمهور ده تفتيش وتأمين ملعب المباراة حاجة طبعا مميزة كنا طبعا نتمنى أن احنا نشوفها بجمهور هو ده جمهور دايما اللي دايما نفسنا نسمع زي زمان الشياطين الحمر أهم 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 يعني دي حاجة كانت مميزة كانت بتلهب أيضا مشاعر كل اللاعبين في الملعب كنا عايزين نشوف كل أو نسمع كل الهتفات اللي كانت خاصة بجمهور النادي الأهلي اللي لعبته ولكن طبعا ظروف حالية في الوقت الحالي بالنسبة للدور المصري والكرة مصرية هتخلينا نقول نحنا نأجل شواء نحنا نسمع الهتفات دي ولكن طبعا كان الهتفات بتولع أو بتشجع بشكل كبير جمهور أو لعابة النادي الأهلي وبتحفزهم بشكل كبير داخل الملعب ده اللي احنا كنا نتمنىه لكن دايما زي ما بنقول النهاردة جمهورنا وإحنا دايما وإحنا بنسمعه الكاس النهاردة يا أبطال ده الكاس مش هزار فبالتالي دي حاجة نتمنىها إن شاء الله من خلال لعبتنا تركيز عالي فنيات عالية نتيجة مميزة ولكن طبعا بالاجتهاد والتركيز والهدوء النفسي كلام كتير طبعا هيبقى موجود معنا في الفنيات وأكيد نجوم مصر هنتكلم بقى على التاريخ الطويل اليوم فيه بطولات كأس مصر وأيضا الحالة الفنية النهاردة للعيبة النادي الأهلي والفريق وأيضا كابتن حسين البدري بيفكر فيه التشكيل المتوقع وكابتن حسين البدري أكيد هيكون فيه تشكيل مميز هو هيقوم بيه ولكن طبعا هنروح لفاصل ونرجع أستقبل ديوفي نجوم مصر ونجوم النادي الأهلي كابتن ربيع سين وكابتن وليد صلاح الدين وكابتن سامير كمونة ننتظرونا ونكمل معاكم طبعا نهاية كأس مصر 2016-2017 ونتمنى طبعا أهلاوا اشتركوا في القناة